خلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إكمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمية من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بعينين يبصر بهم المسعى وأشهد أن الرسول المجتبى ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى والرسول المجتبى والمسلم المهتدي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجا مصابيح عقولنا ونور قلوبنا اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليهم وعلى نبينا وارضى عنا معهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كما لطفت بمصر أولا فالطف بها آخرا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا حاكما صالحا يقودنا بالقرآن اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما اللهم لا تولي علينا فاسدا ولا ظالما برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إن الملك بيدك تهبه لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء اللهم فهب ملك مصر لأصلح واحد من أهل مصر اللهم هب رئاسة مصر لمن يقودنا بالقرآن وينقاض بالقرآن ويحكم فينا شريعتك ويحل فينا الحلال ويحرم فينا الحرام اللهم نجنا من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن خبث الخبثاء اللهم من أراد بنا كيدا اللهم من أراد بنا مكرا اللهم فافضحه وزلزله وأزحه كما أزحت الطغا إنك على كل شيء قدير حبتي في الله هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان عجيب غريب ليس من عادتي ولكني وجدت الظرف يقتضي هذا الاسم لهذه الحلقة عنوان هذه الحلقة اللي اختشوا ماتوا عنوان هذه الحلقة اللي اختشوا ماتوا أحبتي في الله مرت بلدنا بثورة منذ أكثر من عام ونصف مرت بلدنا بثورة على الظلم وعلى الفساد وعلى القهر وعلى الجهل وعلى خراب البلد ثار المصريون على من نهبوا أموال العباد وخربوا البلاد وجعلونا في ذيل الأمم ومصمصوا ما بقي من دم في عروق المصريين قام الناس بثورة على الطغا على الفاسدين على الظالمين وعلق الناس على هذه الثورة أحلاما كبارا وآمالا عريضة عظيمة وظنوا أن الحق قد جاء وأن الباطل قد زهق وأننا سنعيش بعد هذه الثورة الأمنة والأمانة والرغدة والرخاءة والسعة والعافية والطمأنينة وأننا سنتعامل بعد هذه الثورة في المدارس والمستشفيات والمواصلات والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة كالبشر قالوا ياه ياه يا شعب مصر أحيانا هنحس أن نحن بني أدمين خلاص هنعيش كأننا بشر كسائر البشر وعلقت اليافطات واللافتات في كل مكان كتبوا فيها من الآن مصر لكل المصريين ارفع راسك فوق أنت مصري البلد بلدنا لا لتزوير الانتخابات لا للظالمين لا للفاسدين سنحيا كراما أمة محترمة وشعب مصون خلاص لن تدير أمريكا بلدنا من الآن ولن نسمح لأذناب أمريكا أن يتحكموا فينا من الآن خلاص قامت ثورة في بلدنا اختار الناس الإسلام خلاص بلدنا ستحكم بالشريعة الإسلامية خلاص سترجع بلدنا إلى أحضان النبوة إلى المرفأ الأمين إلى القرآن وإلى السنة خلاص انتهى الليل المظلم الكالح الطويل وبدأنا نرى نور الصبح غير أن هذه الأحلام لم يتحقق منها أي شيء أو لم يتحقق منها إلا النذر الصغير القليل فالظالمون المفسدون مستأسدون وما زالوا يتحكمون رأس النظام سقط وبقية النظام متغلغل ومستحكم وحاكم ومتسلط المحاكمات المحاكمات لرؤوس النظام هزلية هزلية أضحكت علينا العالم كل العالم بل هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم بل وبنفس الوجوه الكالحة واللي اختشوا ماتوا واللي اختشوا ماتوا وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما صح عنه آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم المكر والكيد بالليل والنهار عشان يجبولنا مبارك بشرطة طيب ما بدل ما تجبولنا مبارك بشرطة أنا بدعو كل المصريين هو على الهواء مباشرة يلا بسرعة روح كلنا إلى المستشفى التي يرقد فيها مبارك ونقول له أسفين يا ريس أسفين يا ريس طالما هتجبولنا مبارك بشرطة طالما شلوا أرضه حط شهين طالما في بلدنا من يصر على استغباء المصريين على امتهان المصريين كأن الناس لا راحوا ولا جاءوا ولا سقط شهداء ولا نزف الدماء أمر عجل الأموال المنهوبة لم يرجع منها مليم وهي بالمليارات السناديق الخاصة فيها عشرات المليارات في حين نرى الحكومة المحترمة تتسول تتسول من البنك الدولي مليار وثلتمائة ألف دولار أو اثنين مليار أو ثلاثة مليار في حدود علمي عندنا مليارات منهوبة لم يرجع منها مليم عندنا عشرات المليارات لا نعرف عنها شيئا لا نعرف على من تقسم في الصناديق الخاصة ونتسول مليار واثنين مليار هيععد أولدنا يسدد فيها وأحفدنا سنين في مستقبل الأيام هذه مهزلة أي ثورة قامت في بلدنا لا عزاء للثوار أيها الثوار البقاء لله لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى أين الآمال التي عقدها الناس على الثورة أخبروني من الذي تحقق منها القتلة ما زالوا يتمتعون بنسائم حرية بل وبعضهم أخذ براءات ما شاء الله الشهداء الذين نرجو لهم ذلك لم تبرض نيران قلوب أمهاتهم ولا آبائهم إلى الآن لم يروا قاتل على عود المشنقة لم يقتص من قاتل إلى الآن الأبوال ما زالت تصرب إلى الخارج الإعلام إعلام حسن مبارك الإعلام الفاسد الكاذب كما هو وبنفس الوجوه الخبيثة الكالحة الكاذبة الآثمة الخاطئة معظمه أعلن الحرب على كل ما هو إسلام وعلى كل أحد يرفع راية الإسلام أي حد من الدعاء من المصلحين من الصالحين يرفع راية الإسلام يحارب حرب ضروس شرسة لا هوادة فيها من نفس الوجوه الكالحة التي كانت تطب لمبارك ثم ركبت الثورة والآن تعمل لخدم مبارك ولأذناب مبارك ولذيول مبارك ولعيال مبارك ولرجال مبارك مجلس الشعب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الطيار الإسلامي مجلس منزوع الدسم بلا صلاحيات عاجز مكبل خلاص يا شعب مصر فروحته اتبسطه هيسته اخترته بقى الطيار الإسلامي في مجلس الشعب والشورى يلا اتكلم هيصوا في المجلسين زعقوا اتخلوا مع بعض تعال يا تلفزيون اتصوروا 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 وبعدين لن ننفذ لكم أي توصية ولن نسمع لكم كلمة وسنعمل على إفشالكم حتى نسقطكم في حتى نسقطكم من أعين الناس عشان الناس ما يفكروش تاني أبدا يختاروا الطيار الإسلامي شفته من ساعة ما جيه مجلس الشعب والشورى الأزمات اللي احنا فيها البتجاز والعش والمواصلات وإضرب مش عارف ايه وكذا والصولار مجلس فاشل مش عارف يعمل حاجة هذا أمر يراد هذا من مكر الليل والنهار ممن لا يريد الخير لأهل مصر في بلدنا مجلس الشعب والشورى منزوع الدسم بلا صلاحيات بل وتكبل يده عمدا ودهاء ومكرا من أجل أن يفقد الناس الثقة فيه فلا ينتخبون بعد ذلك أبدا الطيار الإسلامي يعملون على حرق الفكرة الإسلامية يعمل هؤلاء الدهاء الطغاة على إفشال المشروع الإسلامي في مصر للأبد أين الذي حققناه بعد الثورة أمريكا ما زالت متحكمة في بلدنا أمريكا ما زالت متحكمة في كل شيء في مصر مصر تدار من البيت الأبيض بالرمود كنترول كما كان العال كما كان الحال في عهد المخلوع ما الذي تغير أخبروني ما الذي تغير هل عند واحد منكم إجابة على هذا السؤال إزاي تسعتاشر أمريكي مدانون بالعمل على تخريب مصر وبعدها يطلعوا بإشارة كده من مصر بشوات بدل وكرفطات وتمام وطيارات وآخر من جهة لأ وبعد من يروحوا أمريكا بيومين تلات أربعة يقول القضاء لابد من القبض على هؤلاء من أجل مثولهم أمام المحكمة يا ولد العظمة دي ويخرج رئيس وزراء مصر في مجلس الشعب ويقول مصر لن تركع لأمريكا لن تركع ونصفق له ونهل الله ثم ركعت 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 وخرج 19 باشا المفسد المدان المجرم كأنه لم يفعل شيئا قالت بعض الصحف القومية وقتها هناك صفقة كبيرة فازت بها مصر في مقابل خروج هؤلاء الأشقياء صفقة ما هي الصفقة ماذا حصدنا ماذا ربحنا ماذا جنينا لم يخرج إلى الآن أي مسؤول ويخبرنا ما هي الصفقة ما هي المكاسب ما الذي حصلنا عليه لم نسمع أي أحد من المسؤولين يخبرنا بأي شيء لأنه لا شيء القضية تمام يا ماما أمريكا تمام يا فندم تمام يا أمريكا امتى مصر هتطفطن من ماما أمريكا إلى متى تدير أمريكا مصر ألا عايزين نتفطن بقى من ماما أمريكا كبيرنا طلع لنا شنابات خلاص بلغنا سن الرجل أرجوكم أفطمونا من ماما أمريكا أمن الدولة تغير اسمه إلى اسم جذاب بقى الأمن الوطني ويعمل البلطجية اللي كانت الدخلية تستعين بهم وأسمهم معروفة ويجمعون بصفارة يعملون الفوضى مقصودة اختراع الأزمات أمر يراد أزمة الصولار أزمة البنزين أزمة البتجاز أزمة الخبز إضراب سوئين هيئة النقل العام إضراب كذا إضراب كذا ده كله ليه؟ حتى نقول أسفين يا ريس أسفين يا ريس وحتى يخرج لنا في نهاية النقل فق المظلم من الأزمات مرشح المجلس العسكري يركب على جواده يترجل عن جواده ويحل كل المشاكل ده بقى هيدخل التعابين كلها الجحور ده بقى عنده كده علاق سحري هيكبر البنات ويدخلهم الكليات ده هيحل كل المشاكل ده كل مشاكل مصر ستزول على يدي كلام مفضوح ومقر مكشوف ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ثم جاءت الليلة الكبيرة عارفين الليلة الكبيرة؟ وإحنا عيال صغيرين كانوا كل سنة فيما يسمى بالمولد النبوي هذا المولد المبتدع كانوا يزعوا في التلفزيونات أبريت اسمه الليلة الكبيرة يجبوا فيها عرائس كرتون ناس بتحركها بالخيوط ويقعدوا يغنوا ينشدوا يطبلوا يزمروا شهدنا ذلك ونحن صغارا ثم لما تعلمنا عزفنا عن هذه الأمور والحمد لله الليلة الكبيرة أعني بها مهرجان الرئاسة المهرجان مهرجان مهرجان الترشح لرئاسة مصر اتقدم أكتر من ألف إنسان واحد طربي عايزي بقريس ده هيدفن كل مشاكل مصر ده هيدفن كل مشاكل مصر وهيبدأ معانا صفحة دي ده وانت عارف يعني إكرام الماء يدفنه وبعدين يتقدم واحد بتاع بنجو وأفشوه قالك ده هيعدل مزاج الشعب المصري فيش بعد كده مشاكل ولا زعل كل الشعب هيعدل التاصل البلد كلها بلغة المدمنين هتعمل دماغ واحد بتحشاش عايزي بقى رئيس مصر وبعدين اتقدمت واحدة رقاصة قالك دي هتصبت البلد على واحدة ونص وبعدين اتقدم واحد لعيب كورة قالك ده هينطقنا بقى هينطقنا هنطلع لفوق وبعدين اتقدم واحد مغني رقاص بصباص معروف وقالك انا لمت خمسة وخمسين الف توكيل من شابرة بس يعني وسع يا جدع حد يعترض عليه ده بتاع بحبك يا حمار هيبقى رئيس مصر وبعدين خرق والرجل انا اعتقد انه اشرف من الكثيرين من الظلمة واضح يحب الحمار واضح مهرجان من اللي دفع الطربي والمقاول بتاع المفار ووحدة رقاصة ووحد طبال من اللي دفع العيال دي والناس دي تترشح انا احترم كل المهن طبعا لكن من وراء هؤلاء هل في واحد في دول كان بيظن انه يبقى رئيس ابدا طبعا وولي يبقى مجنون من وراءهم من الذي دفعهم من الذي دفع لهم من الذي يعمل على تسفيه منصب رئيس ارض الكنانة مصر عشان الناس تتفرق وتقول يا خبرة بياض اسفين يا رئيس اسفين يا رئيس طب احنا عايزين حد من ريحة الريس الريس تعبان وجمال محبوس حد من ريحته حد من رجلته حد من نوابه حد من وزراءه اي حد من ريحته ده البلد بازط ده البلد بقت فوضى ده البلد خربت هذا مقصوم وهذا مكر بالليل ومكر بالنهار وبعدين تقدم بعض من عمل لمبارك بعض رجال النظام القديم الذين قامت عليهم الثورة ترشحوا للرئاسة امر عجب واحد كان رئيس وزراء مبارك طلع في التلفزيون المصري من ايام يقولك انا مثل الاعلى وقدوتي مبارك مثلك الاعلى هذا الظالم الطاغية الذي نهب اموال البلاد وظلم العباد وفعل وفعل ده مثلك وقدوتك كدوتك الانسان اللي الشعب عمل عليه ثورة وعيشت حكمنا بقى امرت ايه بقى امرت ايه قالك ده انا هنغنغك انا هبسطك انا لما انجح هد الشعب كل بمبون وهد كل مواطن بروفل انا هدلعكم تقدم نائب الرئيس السابق الذي ما رضيه الناس نائبا فكيف يرضونه رئيسا تقدم وزير سابق انتم كنت قزء من النظام الناس لم يثوروا على مبارك فقط بل ثاروا على نظام مبارك على كل هذا الكيان الذي جعل بلدنا في ذيل القافلة امر عجب معظم المترشحين من النظام القديم فوق السبعين سنة فوق السبعين سنة يا عم الحج استغفر لزنبك بقى حج واعتمر واقبل على الله فان الله قال ان الحسنات يذهبن السيئات انت لسه عايز منصب حاجة وسبعين سنة عايز ايه تاني من الدنيا هي مصر دي عقيمة ليس فيها رجال لا يوجد غيركم دي احنا خمسة وتمانين مليون يا اخواننا عايزين رئيس شاب يحكمنا واحد جديد لم يشارك في الظلم او على الاقل لم يسقط على الظلم هو رجال مبارك منهم من هو ظالم شارف على الظلم بنفسه او شاف الظلم وسكت ولا دا ينفع يبقى رئيس ولا دا ينفع يبقى رئيس عايزين واحد ايه متوضية لم يظلم ولم يسقط على ظلم عايزين واحد مدني تعبنا من حكم العسكر ملينا عايزين واحد مدني يحكمنا عايزين واحد يحكمنا بالقرآن والسنة عايزين واحد يحل الحلال فينا ويحرم الحرام فينا ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة نحن مسلمون ولن نتخلى عن إسلامنا ولا عن شرعنا وان سقطت أسماء فالعبرة ليست في الأسماء نحن ما نتعصب من أجل سواد الشيخ فلان أو الدكتور علان تعصبنا لربنا لديننا لقرآننا لشريعتنا لو واحد بيلمس بالة مصر وعنده علم في الشريعة وعنده علم في الدنيا وعنده مشروع هينهض به بمصر ويحللنا مشاكلنا ورفع ريت الشريعة نحن معاك ولو كان اسمه بعرة ولو كان اسمه حجر العبرة ليست في الأسماء ولا من أجل سوادعين أحد إنما راية نلتف حولها ونمشي من ورائها كيف يترشح للرئاسة من شهد في محاكمة مبارك فقال إن الذي قتل الثوار في الميدان مندسون من حزب الله ده حصل يا راجل يا راجل أقول كلام غير ده كيف يصلح هؤلاء لحكم مصر هناك مكر بالليل والنهار لإعادة مصر إلى المربع صفر مكر سنة ونص مكر قسموا صف مصر الإسلاميين في ناحية والعلمانيين والليبراليين واللوئين وإن وإن في ناحية قسموا الصف ومسكوا الصف الإسلام الواحد وقسموه إخوان وسلفيين ومسكوا الصف الواحد وقسموه سلفيين بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل والإخوان بعضهم مع خيرة الشاطر وبعضهم مع حزم وإسماعيل وبعضهم مع عبد المنعم أبو الفتوح شفت الزي قسموا المقسم وجزاء المجزة هذا مكر الليل والنهار مكر رهيب وشديد بالليل والنهار وبعضهم تقدم للترشح حازم صلاح أبو اسماعيل وبأل سنة وزيادة دار فيها في كل نجوع وكفور ومحافظات مصر وقدم جهداً رائعاً يذهب للجامعات يجتمح حوله ألوف يناظر في الفضائيات فيفترس الخصوم كما يفترس السبع فريسته وبهدوء أعلم من اللحظة الأولى بلا تلك أنه سيحل الحلال ويحرم الحرام ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بالشريعة فالتف الناس من حوله والعوام الذين التفوا من حوله أكثر ربما من الملتزمين وضع الله له قبولاً محبة شعبية جارفة وبعدين قالوا استنى 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 الراجل ده مش هيكمل ليه عم؟ قال لك أمه معها الجنسية الأمريكية نفترض أن أمه معها جنسية أمريكية ده يعوقه قال لك آه القانون بيمنع ما هذا القانون الأعمى الذي يمنع مصري أن يترشح للرئاسة لأن أمه لو صح كلامهم ولا أصدقهم تحمل الجنسية الأمريكية هو أحسن من أمريكا باراك أوباما أوباما أبو كيني إفريقي ومع ذلك بقى رئيس أكبر دولة في العالم إحنا عندنا هنا بعض القانونيين فلاحسة عباقرة تحسن من أمريكا؟ رئيس فرنسا ممرته إيطالية السادات مرته إنجليزية جهان السادات أمها إنجليزية وده معروف وكان رئيس مصر سوزان مبارك معها الجنسية الإنجليزية وجمال وعلا وثلاث تربع رجالة مبارك يحملون جنسيات مختلفة إيه المشكلة يعني؟ وكأن لو صلاح الدين الأيوبي جاي خد الورق بتاعه وكده وراح لجنة الانتخابات قال له يا سيادة المستشار أنا عايزة ترشحة بقى رئيس لمصر قال له امشي اطلع مرة ليه؟ انت كردي صلاح الدين ما ينفعش ورق مرفومت معا جنسية كردية طب والمظفر أبو عبد الله قطز هازم التطار ما ينفعش ليه؟ معا جنسية بخارية طب عمر بن الخطاب ما ينفعش ليه؟ سعودي معا جنسية سعودية ما كانتش فيه سعودي طبعا من الجزيرة العربية معا جنسية من الجزيرة العربية وابو بكر وعثمان وعلي لا 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 ضمن الجزيرة ليه مصريين ما ينفعوناش عمر بن العاص ما ينفعش ده مكاوي مكاوي المكة ما هذا القانون الأعمى؟ الأعمى الأعمى الذي يحرم أهل مصر من أي أحد أقبل عليه الناس وأقبل بالناس على منهاج الله وضع الله له قبول وعنده برامج ناجحة في السياحة والصحة والتعليم وكت 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 أمر عجيب وبعدين قال أم حازم أبو اسماعيل رحمها الله تحمل الجنسية الأمريكية يعني إيه؟ يعني لا ينفعش طيب الجماعة اللي عاشوا في أمريكا ورجال القانون وكذا وكذا ورئيس رئيس هيئة الجوازات السابق الدكتور عادل عفيفي قالي الكلام ده ما ينفعش الكلام ده كله خط عشواء اغتيال سياسي أنا بس معي هو شهادة جراح الكلة العالمي الدكتور محمد غنيم اللي لما بينزل مصر بنطبله ونهيص به عالم في مجاله عالمي على الإنترنت محمد غنيم بيقول ليس دفاعا عن أبي إسماعيل ولكن هذا ما يمليه علي ضميري أولا امتلاك أبو إسماعيل للجيرين كارد دليل قوي على عدم تمتع أمه بالجنسية الأمريكية لسه الجيرين كارد مع أبو إسماعيل لو كان يخذت الجنسية كان يخذوه منها دي شهادة مين دكتور القل العالمي المصري محمد غنيم اتنين قال الخارجية الأمريكية أرسلت طلب من والدة الشيخ إلى الحكومة الأمريكية للحصول على الجنسية وهذا غير دليل أصلا على تمتعها بالجنسي هو يقدم طلب أخذ جنسية من موزنبيق مثلا يبقى معايا الجنسية أنا قدمت طلب رفض لم يقبل اتركهم ومجرد جواب طلب إبا ده دليل ثالثا قال كل ما يتناوله الإعلام هو عبارة عن تصريحات من مسؤولين بدون سند قانوني أو أدلة تستطيع الرد عليها وأخذها في الاعتبار ورأة بيان جاي من الدخلية بيان ورأة جاي من الخارجية أم الدكتور حازم أبو اسماعيل أمريكية فين جواز الصفر بتاعها الأزرق مش الوثيقة فين أي حد بياخد الجنسية الأمريكية بيقسم قسم الولاء ويصور هذا بالفيديو ما تزعهلنا على التلفزيون المصري بالصوت والصورة عشان الدنيا كلها تقول الراجل ده كتدبع أهو صوت وصورة ما تورونا فين بصوت إيديها ما تورونا فين الصفحة اللي كتب فيها يجي خمس ست سبع أسطر بيديها باللغة الإنجليزية حتى يعرفون تمتعها بكتابة وقراءة هذه اللغة بطلاقة فين 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 كان ممكن في دقيقتين يطلع على التلفزيون الفيديو بتاعها وتنتهي المشكلة تماما وزارة الداخلية والخارجية المصرية ده كلامة الدكتور محمد غنيم من المفترض أنها على علم بكل المصريين المتمتعين بجنسيات أخرى ووالدة الشيخ ليست منهم خامسا تكلم الشيخ عن مستندات بخصوص علاج والدته والتي رفضت الحكومة الأمريكية تخفيض ثمن علاجها لأنها لا تتمتع بالجنسية الأمريكية في عام الفلو تسعة وبمستندات أمريكية رسمية فيدي الشيخ محمد غنيم بيقول أبو إسماعيل يتكلم عن أدلة ومستندات والإعلام يهتم بالتصريحات ففي من نثق ده مش كلام ده كلام واحد لا يحسب على الطير الإسلامي مسلم على رصمة لكن لبرالي شهادة حق اضغط على خش كده على النت وكتب شهادة الدكتور محمد غنيم في شأن حازم أبو إسماعيل نصدق من نصدق أنا شخصيا أصدق حازم أبو إسماعيل لا أثق في الداخلية ولا في الخارجية ولا في أمريكا ولا في ذيولي أمريكا لا أصدق أمريكا أمريكا التي فعلت بالمسلمين الأفاعيل نصدقها التي تبغض المشروع الإسلامي وتعمل على هدن أي أحد يرفع راية الإسلام أمريكا مش عايزاه المجلس العسكري مش عايزه ذيول أمريكا مش عايزينه إسرائيل مش عايزاه وما جربنا على الرجل قبل ذلك الكذب وعندنا قاعدة نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر يبقى عمنا الشيح حزم وإسماعيل يطلع يقول أكسم بالله أن أمي لا تحمل الجنسية الأمريكية نقول بقى للي بيقولوا أن والدته تحمل الجنسية أرجوكم هاتولنا جواز الصفر بتاحها الأزرق مش الوثيقة اللي بيطلع منها جواز أبيض هاتولنا كده الله يبارك فيكم الصورة بتاعة الفيديو وهي تقسم قسم الولاء لأمريكا هاتولنا الكلام ده بخط إيديها هاتولنا بصمات إيديها هاتولنا الكلام ده الرجل قام بجهد حتى تكشف الانتخابات أمه اسمها غير موجود فيها كده في شبهة كبيرة على أن في ناس في مصر عايزين فعلا يعيدوننا إلى المربع صفر وعلى العاقل إذا أثيرت من حوله الشبهة أن يدفعها عن نفسه ببرهان ساطع وبنور مبين عايزين هذه الأدلة الرجل طلع بيقول لو عندكم مستندات رسمية تثبت أن أمي أمريكية اسجنوني كلم بمنتهى الشجاعة وبمنتهى القوة طيب طلعوا بقى فرقونا مش ورقة من الدخلية بيان ونص ورقة من الخارجية آه استعلمنا ونعرف فين الورقة فين المستندات فين الجواز فين المكالمة فين الفيديو فين وفين وفين وهي القضية قضية حازم أبو اسماعيل هو احنا قمنا عشان سوادع عين حازم احنا قمنا لله للشريعة للقرآن وللسنة ولو سقط حازم هيخرج مكانه مليون واحد أفضل منه وهذه الأمة واللادة وهذا الشعب يريد الإسلام والناس كسروا حاجز الخوف خلاص مش هيتضحك علينا تاني خلاص مش هيتضحك علينا تاني معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم برحبك الله بركاته يا شهر مسعد أهلا وسهلا ربني أشهدك يا رب يا رب خضلي أيوة أنت على الهوى يا أختي خضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شهر مسعد يعني كله والله العزم فهم حق صح نحن عايزين كده بزد ونحن عادي يعني وفرض يعني أم صحيح أمريكية يعني عادي برد يا شهر مسعد هم مش عاملين كده عسان خاطر استخدم أم أم أمريكانية ولا حاجة والله العزم هم عاملين كده بس عسان خاطر مش عايزين مش عايزين إسلاميين ينتقوا عمر سليمان مرسح نفسه مين عمر سليمان إنا متقام تابع النظام سبحان الله والله والله العلم كمن الأخوان المفترض الإخوان المسلمين وحزب النور المفترض كان يوبه مع بعض وكان يوب أخواته وكان يوب يعني مسكن قدماً بعض لكن ده من رسخ واحد وده من رسخ واحد وده من رسخ واحد لما اتمن انتخب لان clinical ولما ده ياخد شهر قصوات وده ياخد شوات أسوات وده ياخد شوات أسوات وواحد تاني ياخد الأسوات كلها لما يبقوا الناس كلها متفجع على واحد بس وإحنا كل واحد هنتفعله كل واحد يد شوية طب إزاي يعني المفروض ينتج الله والله العظيم يا سخصينا ويعني ومساء الله بإذن الله بإذن الله مفر الله قر بارك الله فيك يا سيكون خير يا سيكون مسعد ممكن أقول لك على حاجة قولي اتفضلي طيب الاتصال انقطع بارك الله فيك أعنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام واسلام وكيف حالك يا شيخ أهلا وسهلا ألف السلام عليك يا شيخ الله يسلم الله يشفيك من كل ده يا رب وبرك لك وسحاتك وفا فيك أكون فهنا بيعني أترض والله بس كان بدنا احنا بنأيد الشيخ حزان وسماعيل وبنأيد أي إنسان يرفع شعاية الإسلام بعمل الله وفيه برده كفيه ضغوط على اللي هي في الوردن بالذات يعني دي هتشاكل عيبة على مصر لأنه بيعملوا الوقت فيه وفدين وفيه شغلات كتيرة بالنسبة للمصرية ديت ودي بتشاكل عيبة على مصر للوقت الحالي احنا بنقول بنبص لبردك بدنا حلقة خاصة للمغتربين بالله عليك أشياء حاضر ان انت تعرف الشغلات دي برضك تدرس الموضوع دي بالنسبة للمغتربين اللي برضه حاضر بارك الله فيك بصال السلام عليكم فرنسي فرنسي ومعاجن سياح فرنسية مرتبوا بصب يهودية مصرية فاننا مصرية ازاي يعني بتكلموا عجلت حاضر ابو اسماعيل دلوقتي الكلام ده ومحلموا عمره بصين تمام نعم ما هشوف قالوا ابو الفتوح معها جنسية قطرية وقالوا الشاطر معها جنسية اماراتية وموضوع العفو العام ومش العفو العام وابو اسماعيل والدته معها جنسية امريكية والبقية تأتي وقالوا الدكتور محمد سيمين عوّاج ابو سوري فالمصرح يهيئ الامر يراض ولن يكون ان شاء الله وبارادة المصريين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم وبركاته بارك الله في كشكك يعني انت ممكن بكرة تلاقي يا ابويا انا فلبيني وما ما نعرفش احنا الشيخ كشك كان بيقول يا مصري يا عجيبة فيك حاجة محيراني نزرع الامح في سنين يطلع الارع في سواني تفضلي يا أخي عليكم السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك يا شيخ مصعد ونفع الله بك الإسلام استفاك الله وعفاك وعطال الله في عمرك والأحسن الله من عملي امين انا حتى قلب السؤال بقول لهم منذ دروقتي ان حدثك قلت لو جسدنا عمر او سيدنا او بباكر هيقول لهم تقول سيفكم التسع طب لو جل نبي صلى الله عليه وسلم هيقول له بالقانون بتاعنا ده انت مش مصري اه بالقانون بتاعنا ده انت مش مصري اه طيب وعني زيني تاني يعني كلنا ده نقول لهم حظب الله نعم الوكيل وبعدين أنا أخي قال كلمة بس عايز أقولها لحضرتك بيقول أوباما العيل مش هيغلق فينه يتقر الجواز لو مش اخت حاجة يعني هو هيغلق في دي صحيح هيغلق في دي وحظب الله ولينا على مولى لهم وحظب الله ونعم الوكيل وان شاء الله غذلنا ربنا ينصرنا واننا حاكم مسلم بإذن الله يطبق فينا شرع الله اللهم اعلم ورصحني شيخ صلى بالأخير عايز لكم حضرتك نعم فضلي عايز لكم حضرتك رصح رقم يخديم الكنترول فارك الله ماشي أرامك الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يبقى فضل الشيخ نعم والله جزاك الله خير يا شيخنا ونفع بسجعلك من الصالحين الذين يكمون على الحق إن شاء الله والله يا شيخنا احنا نأيد الشيخ حاذب أبو اسمعين يكفي أنه رجل يدعو إلى عبادة الله وإلى الإسلام وإلى إقامة دولة صحيحة هذه الدولة التي فقطت بهؤلاء الطغاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيده وأن يدعو شعب مصر جميعا وشباب مصر جميعا أن يكونوا خلف هذا الرجل الصالح ولا نلحق هذه الأكاذيب التي يقولها فلان وفلان 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 الإحلام الطاقة والذي يضل هؤلاء علينا جميعا أن نصف مع هذا الرجل حتى أن ننجو بهذه البلد وأن تكون بأمر الله تبارك وتعالى بلد خير في هذا المكان أننا نعلم جميعا أن مصر هي القلب الناضج في هذا المجتمع الذي نعيش فيه جميعا فنحن جميعا نتوفر الله بالقلوب قبل الألسنة بأن يؤيد الله تبارك وتعالى لنا حاتما صالحا يحكم بكتابه وبشرعه وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم وشكرا يا شيخنا وجزاك الله خيرا ونفع بك واجعلك على الحق إن شاء الله آمين ولك بمسك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله جزاك الله خير شيخنا والله يعني اللهم سعان يعني عمر سليمان يكفيه يكفيه والله يعني إنه هو المحارب الأول لغزة وقطاع غزة والمجاهدين والأنفاق اللي تحفر وهو يعني سبحان الله يعني يده ملوثة بدمائهم والله يشفد ثانيا الشيخ حازم إن شاء الله يعني هذا كلام للقوى السورية إن الشيخ حازم علمت أنه رفع دعوة لإيقاف الانتخابات الرئاسية حاليا بسبب المهازل التي تحدث فيه يعني نرجو من القوى السورية ستة إبريل ومشابه ومجلس أمناء الثورة الشيخ صفة حجازي ومشابه يعني يقفوا بالجانب الشيخ في يتضمنوا معه المحامون في هذه الدعوة لإيقاف هذه المهزلة التي تحدث في الانتخابات الرئاسية وربنا ينصر الشيخ حازم إن شاء الله بزاك الله خير بارك الله فيه أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا ومن حق أي أحد في مصر أن يترشح أي حد أي حد في مصر عايز يترشح يترشح ومن حقنا هلأ نختاره ويبقى الاحترام من الجميع السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم وبركاته خضر أنه يحبك في الله يشفى مصر الله يحبك ويرضى عليك حضرتك الشيخ حياة زي موزارة الخارجية الأمريكية هي اللي بعتها الجواب فأكيد هي تبعتها يعني بتعود زي يمسك مصر أمريك نعم ويقوله لو لو شيخ حازم يمسك مصر هي تبقى زي مصر هي تبقى زي إيران واضح واضح القضية مش قضية حازم القضية أنهم يرفضون المشروع الإسلامي لا يريدون في الواجهة حاكماً مسلماً قوياً لا ينقاد ولا ينبطح هذه القضية فاللهم ولي علينا خيارانا يا رب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً وقت التلفزيون الحمد لله افتح لبتاعي يا أخي افتح لبتاعي يا أخي أو عفلها لك خاطئ السلام عليكم قب نستأنف بارك الله فيكم أنا أقول من حق أي أحد أن يترشح لرئاسة مصر أي أحد ومن حقنا أن لا نختاره وأنا أقول نصيحة والله لرجال مبارك لعيالي مبارك للنظام القديم بتاع مبارك أقول لرجالي النظام السابق لقد حكمتم فماذا جنينا من ورائكم حكمتم اللي منكم أعد وزير عشرين سنة ولا أعد وزير عشر سنين ولا أعد في منصبه بالعشرين سنة والخمستاشر سنة ما كفاية بقى ما كفاية وأعمركم فوق السبعين سنة ما كفاية بقى منتو حكمتم فماذا جنينا من ورائكم أصبحت بلدنا في ظل حكمكم أفقر بلد وأزل بلد وأحقر بلد أصبحت بلدنا في ظل حكمكم جاهلة مريضة متخلفة ذليلة لا تملك قرارها ما كفاية بقى ده الناس في ظل حكمكم الميمون المبارك شربوا مياه المجاري أنا عندي صور مش عارف جاهزة سنة 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 أو لا آه هات الناس في ظل حكمكم شربوا مياه المجاري الناس في ظل حكمكم أهلكتهم السرطانات اللي تسبب فيها المبيدات المسرطنة التي كانت تستورد الفيروس الكبدي حمى القلاعية فلونزا الطيور حوادث القطارات أطر العيات أطر الصعيد العبارة العبارة اللي الناس غرقوا فيها بلا ثمن أين صاحب العبارة في أمن وأمان أين حقها هذه الجسس أين الذين قتلوهم مش ده كله كان في ظل حكمكم في ظل حكمكم أهضرتم كرامة مصر المصر بقى بلا ثمن يتحرق يتفحم في الأطر ونبعت لأهله خمس تلاف جنيه أهضرتم كرامة المصريين على أنبوبة البتجاز فرقتوا علينا العالم على أنبوبة البتجاز واليهودي الإسرائيلي يأخذ الغاز المصري بأرخص من السعر الذي يأخذه به المصري زلتونا عيالنا نرحوا يسفروا وماتوا غرقا يبحثون عن فرصة عمل في إيطاليا أو هنا أو هنا عملتونا إيه الشعب بقى شعب مريض في ظل حكمكم نسب السرطانات فيه عالمية الفيروس الكبدي نسب عالمية عندنا في مصر 12 مليون عانس في ظل حكمكم المبارك يا رجالة مبارك 12 مليون عانس عندنا 8 مليون عاطل في ظل حكمكم المبارك الميمون مش كفاية بقى خربتوا البلد أهضرتهم كرامة الناس الدول بتبني مدن وإنتوا بتبنوا سجون المعتقلون بعشرات الآلاف كل التليفونات كانت تراقب الأنفاس تعد أي حد فيه خير محاصر الزمن بتاع مبارك كان العصر الذهبي للفساد العصر الذهبي لليهود اليهود بقوا عليه لما تشال نسيته الدويقة نسيته مساكن العشوائية نسيته صخرة الدويقة اللي نزلت على دماغ الناس وقتلتهم وهم نيام دي بيوت يعيش فيها آدميون في أي مكان في العالم ده احنا في مصر الحد النهاردة والله عندنا ناس بتشرب مية المجاري ولسه عايزين الحكم ولسه متمسكين بالحكم أمر عجيب يا أخي أمر عجب ومعظمكم فوق السبعين سنة وأقل واحد فيكم حكم في منصبه يجي خمستاشر سنة عايزيني تاني أعدين ليه ما تقوموا تروحوا أعدين ليه ما تقوموا تروحوا شفت الجسس المتفحمة في القطار بلا ثمن وبلا قيمة وبلا كرامة أنا شايف أن اللي عايزين يعيدوا إنتاج النظام القديم اللي عايزين يجبوه لنا مبارك بشرطة في تمثيلية هزلية مضحكة مصرحية الموسم دول هيولعوا البلد دول مش خايفين على مصر ولا على شعب مصر ولا بيتقوا الله دول خدم لمناصبهم دول هيخلوا الناس على أبواب ثورة جديدة لا تبقي ولا تظر فاتقوا الله فينا أنتوا هتموتوا يا من تملكون الأمر والنهي في مصر هتموتوا وهتقفوا عراية قدام ربنا عراية بلا مليارات وبلا كراسي وبلا سيوف وبلا عصافير ولا دبابير وبلا هتقفوا عراية قدام ربنا اتقوا الله في نفسكم والله أنا خايف عليكم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله الذي تساءل واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا ربنا يحصي عليكم أنفاسكم ويحصي عليكم حركاتكم ويحصي عليكم تخطيطكم لإبعاد دينه لتغييب شريعته وأنتم تمكرون وهو يمكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وثقتنا في الله عظيمة وأملنا في الله لا ينقطع والمستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف المستقبل لهذا الدين وإن رغمت أنوف والله متم نوره رغم أنفأ أي أحد دين الله كالشمس إذا غابت من مكان أشرقت في مكان دين الله ككرة المطاط كلما ضربت في الأرض ارتفعت وعلت دين الله قادم وشريعة الله حاكمة وقادمة مهما مكر بنا الماكرون ومهما كاد بنا الكائدون ونحن لا نتعصب لأشخاص إنما نتعصب للإسلام وسيأتي سيأتي ولو على دماء مصريين شريعة الله قادمة وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاءا سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا أرضاك فينا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا وأحذركم من التعصب وأمركم بالتوحد وأقول لأخ الحازم أبو اسماعيل حتى لو خرجت من السباق يكفيك أنك علمت الناس سنحيا كراما يكفيك أنك أن عشت في قلوب الناس العزة والسؤدد والمكانة وعدم الرضا بالقهر والذل يكفيك أنك نافحت عن الإسلام وأقمت الحجج على الخصوم وكل ذلك في ميزانك وأرجو من الله أن يرضى عنك وعن جميع مشايخنا وعن جميع علمائنا إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق غايتنا لا نبغي إلا ما قاله قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق غايتنا لا نبغي إلا ما قاله قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله إرضاء الخالق غايتنا لا نبغي إلا ما قاله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا برنامج المصحف حمل الآن برنامج المصحف على تليفونك المحمولة اتصل الآن من أي محمولة على تسع وخمسين تسعين أو من أي خط أرض على زير تسعة تلاف خمسة واحد ستة سلسلة أحداث النهاية للشيخ محمد حسان والرجل الآخر عالم اسمع ماذا قاله الأمي الذي علم المتعلمين قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه وقال الله جزيز